والتقليل من شأن التوحيد في هذا الزمن هذا جهل على جهل صراحة هذا جهل على جهل يأتي إنسان ويقول والله مثلا إن الرؤية التي يراها الإنسان في منامه هو عبارة عن غيب يطلعه الله عز وجل على هذا العبد ماذا بعد هذا؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله ما يطلع أحد على الغيب حتى الرسل إلا من ارتضاه الله عجل من رسل ويخبره عن بعض الأشياء ليس عن الكل ويقولون فهمنا التوحيد أين الفهم للتوحيد؟ وشخص مشهور ومعروف ويقول هذا الكلام يعني هذا يعرفه أجهل أو أصغر الناس ما يمكن أن يكون هذا ورد لك هذا كلام الفلاسف هذا كلام الفلاسف وقالوا في الرؤاغ أقوال منكرة قبيحة ما تليق انتبهوا لابد الإنسان يحرص لابد أن يكون الإنسان واعية ترجمة نانسي قنقر